مشاهدين الكرام مشاهدي مصر التعليمية اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وتبسيط العلوم في حلقتنا اليوم استكمال لسلسلة الحلقات الخاصة بمادة الرياضيات لغات للصف الثاني التانوي ويسعدنا ان يكون معنا دائما في هذه السلسلة من الحلقات استاذنا الكريم الاستاذ بسام محمد حامد فرج برحب بحضرتك داوما معنا اهلا وسهلا وحلقتنا النهاردة في سلسلة حلقاتنا الخاصة بالرياضيات لغات ان شاء الله بسهلا احنا توقفنا طبعا المرة اللي فاتت على بداية lesson real function تمام واخر حاجة خلناها تقريبا كانت خدنا نافذة بسيطة كده عن piecewise واحنا حابين نكمل مع بعض يعني piecewise function من خلال graph تمام ونخلل شوية examples كده ناخدها مع بعض وازاي تحدد منها domain والrange طيب نمثل example المتوضح قدامنا ده كده تمام بيقول لي if f of x equal 3 minus x تمام كده when x bigger than or equal bigger than or equal negative 2 and smaller than 2 تمام كده طيب مديني كمان rule تاني بيقول لي انا عندي rule التاني x when x bigger than or equal 2 and smaller than or equal 5 تمام طيب يعني نبقى بي size function تاني نعمل revision كده مع بعض قولنا انا هديلك multi rules يعني اكتر من rules بس كل rules مش هتستخدمه كده عشوائي هنستخدمه في domain معين يعني rule المكتوب بالاحمر قدام حضرتك دلوقتي اللي هو 3 minus x هنستخدمه لما يكون شغالين عن number line من اول negative 2 لحد 2 تمام هتيجي تقول لي يا مصر طب مع حضرتك مكرر 2 تاني مع rule اللي بعده هقول لك لأ انا عامل فرق هنا عاملك 2 open لكن انا عامل لحضرتك هنا 2 a close تمام طيب مبدئيا نشتغل واحدة واحدة انا هعمل ايه انا هعتبر ان انا مش شايف السطر اللي تحت ده خلص هعتبر ان الفونكشن بتاعتي f of x equal 3 minus x تمام والدومين بتاعي من negative 2 لحد 2 هنبدأ المرحلة الاولى تمام هنعمل التابل بتاعنا وهشغل على الرقام اللي احنا اتفاقنا عليها ادي ال numbers ال x و ادي مين و ادي ال 1 هنشتغل من اول negative 2 تمام استكمالا لحد ما نوصل لمن اخرنا لحد 2 تمام طيب بعد ما وصلنا لاخر حاجة عند 2 هنعمل ايه احط عليها open circle خلي بالك ال open circle دي بالنسبة لي مهمة جدا ليه اولا انا عندي 2 هنا كانت open تمام وزي ما اتفاقنا ان فيه فرق بين ال open وكله زعى graph طيب فانا عملت ال open circle هنا على 2 ليه عشان وانا بعمل graph بتاعي افتكر اجي ما اعمل substituting واجي ارسم 2 والpoint اللي هتطلع معها ال image بتاعتها اعمل لها open circle خلاص طيب مين اللي نستخدمه تاني 3 minus x طيب كلنا طبعا المفروض في علمي او ادبي المفروض ان احنا اتضربنا على كلام ده بما فيه الكفاية من غير الكالكوليتور انا هقول 3 minus اول value عندي للx كان negative 2 طيب 3 minus negative 2 تبقى 3 plus 2 اللي هي كان 5 3 minus negative 1 تمام كده نفس القصة هتبقى 4 اللي بعده 3 minus 0 تبقى 3 3 minus 1 2 3 minus 2 1 تمام كده طيب نبدأ كده نشوف نعمل ايه عن 1 حطيت open circle يبقى انت كده 2 ال 1 الpoint دي open مش هتعمل close خلاص كده نبدأ نشوف المرحلة القولة من الجراف نحط الpoint بتاعتنا طيب up والdown up تمام كده ادي اول point عندهم open move up 5 units تمام كده طيب negative 1 and 4 اهي طيب 0 انا وقف هنا على 0 لو روحت لمن ولا شمال تمام كده 0 and 3 اطلع لحد 3 1 and 2 ادي 1 and 2 2 and 1 بص بقى الاختلاف كلهم closed point ما عادة مين ما عادة 2 and 1 ليه؟ لان انا دلوقتي اعملها open circle انا دلوقتي لو ما كنتش حطيت بال open circle كان ممكن انسى كان ممكن ماخدش بالي ان انا ارجع للرول تمام كده وارح اعملها close circle تباوز معي السؤال كامل تمام طيب تعالا هقولك برضو سبب تاني في اخر ما خلص السؤال ليه نعمل واحدة open وواحدة close وصلت اللاين بتاعي تمام طيب عايزين نعمل التابل التاني ما انا عندي 2 rules طيب ادي ال x و ادي ال f of x بتاعتنا يا طرى مين الارقام اللي هشتغل عليها تعالا نبص مع بعض 2 3 4 5 عايجي واحد قلت يا مصر حضرتك قلت لما تكون من first degree انا مش محتاجة اجرب ارقام كتيرة ممكن two numbers ما انا عارف الكلام ده بس انا عملتها لك دي بيس عشان اول مرة حضرتك تشوف الفنكشن بالشكل ده تمام طيب مبدئيا كده هل في عندي open circle قبل منسى عبص كده على two لا two closed عشان عندها equal five closed عشان عندها equal تمام كده يبقى انا مش هحط اي حاجة في ال table وابتدي اشتغل طيب الرول بتاعي بيقولي هنا x لاني لا معها plus ولا معها minus ولا معها multiply ولا معها power معاش اي حاجة خالص يبقى انا هنزل x زي ما هي مفيش تغيير مفيش اي حاجة في الرول تمام كده يبقى انا عندي ال image بتاعتي تبقى كام two three four five زي ما هم فيش هاي تغيير خلاص كده طيب نبدأ نرسم مع بعض ها add two two off and two واطلع two three three off and three واطلع three four واطلع four تمام five واطلع five اقرر انتباهكم تاني لحتة نقطة مهمة هل دلوقتي لما جاء لنا بفرض اوصل ال line اسأل تاني سؤال كده الناس يا ربك كده اتجاوب علي هوصل ال line بتاعك كده continuous واعمل arrow extension فوق وتحت ولا لا ها الاجابة طبعا لا ليه انا قلت لك start from two end for five ده domain بتاعك ما نفعش تخرج براه تمام دي المنطقة بتاعتك ما نفعش تروح منطقة تاني خلاص كده طيب ننشوف بقى انا لو اترضت من حضرتك ال domain مثلا هتجيبه منين تعال كده نشوف من negative two five طبعا مثلا انا عايز افرام ال domain جيمين عندي طريقتين اقولك ال domain بهم جيمين طبعا انت دلوقتي اخر point ناحة الشمال عندك from left كانت هنا انزل بيه على x axis تلاقي نفسك نازل فين عن negative two تمام طب البوينت اللي انت نزلت منها كانت closed ولا open كانت closed فلما نزلت على negative two روحت انا مخلي negative two a closed يبقى انا مش محتاج كل مرة ان انا عامل لك two straight lines عشان تشوف انت ال domain بتاعك فين تمام طيب ننشوف كده اخر الكيرفة بتاعي من ناحية اليمين فين تقريبا ده اخر مكان طيب اعايز اشوف كده انزل على x axis هنزل على x axis هنزل نفسي نازل فين في ال five تمام طب ال five هي مصر open ولا close تعال بص كده على open ال point بتاع حضرتك فوق ال point close يبقى ال five هي كمان ايه close طيب مستر ما عنديش graph هل ممكن من السؤال اللي فوق مباشرة اعرف ال domain بتاعي تعال مين قال ال point عند حضرتك negative two اخر point عندك ايه ال five تمام و two repeated تمام كده يبقى ال domain بتاع حضرتك طيب عايز اجيب ال range ها قلنا من minimum value on x and y axis اللي هي كام كده انا ماشي بالعرض اه اللي هي تعتبر عند ال one maximum value اللي هي كام five قادرينش بتاع حضرتك نجاوب على السؤال اللي احنا كنا سيبينه للاخر تمام هو ليه ينفع اكتب دي هنا هو اكتبها مسلا هنا equal وهنا equal لا ليه عشان انت دلوقتي لو عملت vertical line test اللي احنا اتفاقنا عليه عشان يكون function وانت نزل كده هتبقى نزل على ايه على two points two point close تمام كده واحنا اتفاقنا vertical line test ما يعديش على two point تمام كده فمش هتعتبر function بالنسبة لي تمام طيب وما اللي دلوقتي طب همسر ما هم two point برضو واحدة close واحدة open ما انا بقول بعتبر مجازا ان الopen مش معايا يعني كدنك مش شايف حاجة يعني كدنك ما عديتش على حاجة اصلا تمام كده فبالتالي انت دلوقتي عديت على مين على point بس اللي هي موجودة قدام حضرتك اللي هي دي يبقى دي كده هتعتبر ايه function تمام طيب هنخلي بقى ايه مسألة دي تمام كده احنا كده في من الفكرة او تعالوا نرحش راحها مع بعض وفيش مشكلة نشوف دنيا بتا فيها ايه ها ادي بي سوايس تانية هي المفروض حررتك تجيب وراء وقلم وعلى طول بترسمها لوحدك تمام بس احنا عشان الوقت نشرحها مع بعض بصرعة ادي اكس مينس ون من نيجيتف تو لحد الزيرو تمام كده طيب انا هبقى من دي مش محتاج تيب والبقى خلاص انا فهمت الدنيا تمام اقل point عندي كم نيجيتف تو هحط هنا نيجيتف تو نيجيتف تو مينس ون تبقى نيجيتف سري ادي نيجيتف تو كده بص معي zero open بس هستخدمه برضو مش معنى انها open زي ما قولنا المرة اللي فاتت انها ماستخدموهش حطينا zero zero minus one نيجيتف ون يبقى ال� zero مع النيجيتف ون ادي الفرست ايه graph لطول extension كده ولا extension كده طيب التاني جيه ازاي تعالى ركز معي هنا بيقولك x bigger than or equal zero يعني ايه بقى يعني هتبدأ من الزيرو بس للأسف مش هتخلص طب تعالى نجرب الزيرو في الرول ده ها zero plus one one يبقى الزيرو مع one طب حطيلي كده ايه two مثلا two plus one three يبقى two مع three طب هل حد فين هكمل مش هقف يبقى هنا هضطر هعمل ايه extension بالمنظر ده زي ما انت شايف كده طب الدومين بقى بتاعي من هنا انا قسمتها لك المرة دي التانية من كم قدي كده كان نيجيتف ون نيجيتف تو مش كده اخري فين انا شايف القارو بتاعي عمال يمشي مش هيوقف تمام يبقى هنا كده ماليش نهاية على x axis تمام يبقى الدومين بقى من اول negative two لحد post infinity تمام ممكن اجيبها من هنا من اول negative two نهاية فين فين الماكسيمون بالي بتاعي ما عنديش خلاص ده كده منطقة الدومين اهي خلاص زي ما تقولنا عليها negative two post infinity range ركز معي قوي لان range في مشكلة احنا اتفقنا range بتاعي دلوقتي هيجي من الماكسيمون value من على y axis لحد الماكسيمون value على y axis بس في شرط ان احنا نكون continuous زي ما قلنا المرة اللي فات طيب بص معاي كده واحدة واحدة كده لو انا دلوقتي عايز اجيب ال range انا مساحة اللين اللي فات عشان ما اللخبطش الدنيا بص كده دي كانت الماكسيمون value بتاعتي من هنا ودي الماكسيمون value بتاعتي من هنا طيب وانا ماشي كده curve بتاعي انا ماشي كده هل انا افضلت ماشي مكمل الرسمة بتاعتي لحد ما وصلت من اللاين اللاحمر لللاين اللازرق لا طب معناها ايه الكلام ده بقى معناها ان ال 6 of image بتاعتك من هنا ل هنا معك دي كده image لكن في المنطقة دي ما عندكش image اصلا تمام ما عندكش ايه image فالمنطقة دي مش محسوبة معك يعني ما نفعش تيجي تقول لي ولا انا خدت range بتاعي من اول negative 3 لحد 7 لا ما حصلش مش في المكان ده خالص تمام طيب انا اعملها ازاي بكانسل المكان ده خالص بكانسله يعني مش هقراه طب يعني اعمل ايه يعني لما نجي نقرأ range هنقسمه لجزء اين اول جزء وانت طالع من تحت من اول minimum لحد المكسيمم ها هاخد الجزء الى الاول انا اقراه تمام انا ماشي هنا من فين لفين انا بادئ هنا من على y axis من negative 3 لحد مين negative 1 تمام negative 3 closed لحد negative 1 open تمام كده اوكي طيب المنطقة التانية تبدأ من فين وانت طالع برضو امشي مع الكيرف بتاعك يعني بص حطيلك على الكيرف كده وامشي معاشه فو ماشي ازاي اهو زي ما انتفقنا مناشي مع ال y axis negative 3 negative 1 طب الكيرف التاني ابدأ من بدايته بدأ من عند مين على ال y axis من عند ال 1 طب بمشي لحد النهاية ماليش نهاية تمام كده طب هانا بنصر كده اقفل بقى اللين ده كده طب حضرتك عامل اللين ده ليه على عشان فاهمك بس ان احنا range بنجيبه ازاي من المينمم والماكسيمم خلاص طيب بص كده range بتاعي دي منطقة range اللي اتفقنا عليها من negative 3 زي ما قلنا ل1 open تمام كده هنا طبرا فيه تعديل زي ما قلنا في negative 1 sorry يعني دي نستعم الكمبيوتر دي negative 1 المفروض هنا negative 3 negative 1 بقرارها تاني تمام وبعدين من اول فين لفين من 1 لحد بصف انفانتش طيب فيه طالب تاني يقول لي يا مستر طب انا جيت في الـ choose مثلا ملاقيتش range مكتوب بالطريقة دي جايته مكتوب form تاني نشوف الدنيا فيها ايه كده or انا ممكن اقول ان range بتاعي من negative 3 لحد البوست في انفينيتي كاملا بس هقول له معادة عايز اقول كلمة معادة هقولها ايه except except بتترجم عندنا في الماثل ازاي minus difference تمام كده من negative 3 possible infinity تمام كده معايا ياكتسوا حتة دي سوري نرجع تاني من negative 3 possible infinity ماشي كده except دي معناها except تمام من فين 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 المكان انت ما اشتغلتش ناحيته من negative 1 لحد مين يا شباب لحد الـ 1 دي انا نغيرها نخليها 1 من negative 1 لحد الـ 1 المنطقة دي مش معنا خلاص كده يبقى احنا عندنا بس تعديلين هنا هنا negative 1 وهنا 1 اوكي طيب نيجا سريع بقى كده ماشي هنا عايز الدومين بتاعك من الـ x من اخر فينك من الاخر هنا من اول negative infinity لان فيه arrow لحد فين فص في infinity طب عايز الرينج set of image ها امشي كده على الـ y x من minimum لـ maximum طب انا مش ماشي اللي عنده 2 بس ما طلعتش يبقى نقول كده الدومين بتاعي من negative infinity لـ infinity يبقى r ماشي طب عايز الرينج بتاعي انا ما عنديش اي image خلص غير 2 اي number الـ x axis الـ image بتاعه 2 تمام كده دي بنسميه احنا حضراتكو ايه constant function يعني ايه constant function اي number الـ x axis الـ image بتاعه 2 يبقى نينش بتاعه 2 طيب اللي بعدها نبص مع بعض كده بسرعة انا عايز اجيبه الدومين بتاعي طيب هاشوف كده ادي فين الكيرف بتاعي انا عندي جزء هنا وعندي جزء هنا عشان تجيبه الدومين ازاي ما اتفقنا from left to right من الشمال لليمين حلو كده طيب اخرك فين ناحية الشمال هنا معرفش يبقى من negative infinity طيب ناحية اليمين انا معرفش مش هيقف تمام يبقى بست في infinity يبقى دومين بتاعك r طيب عايز range set of image فين المنمم value من negative 2 maximum value 3 بس عندي نقطة طيب هل انت من negative 2 ماشي لحد 3 blind كامل حتة واحدة كده جزء واحد لا لانا عندي هنا الجزء ده النمبرز اللي لنا الـ image بتاعتهم كلهم constant negative 2 اي 1 image بتاعه negative 2 2 image بتاعه negative 2 تمام اما الـ line هنا الجزء الـ negative من الـ x axis الـ image بتاعه كم كله 3 3 3 3 يعني كل النمبرز دي ما جاتش image ولا مرة لا 2 ولا 1 ولا 0 ولا negative 1 يبقى رنج بتاعي هم ماتتوه نمبرز دول بس اللي هم من 3 و negative 2 ما قدرش اكتبها طبعا interval فبكتبها ايه prices تمام اوكي طيب نشوف دي كده بسرعة برضو عايز الـ domain قولنا الـ domain اخرج فين x axis فين الاخر من ناحية دي انا بص كده معايا arrow يعني انا كده arrow بتاعي ماشي يبقى انا ماليش ايه مفيش end هنا مفيش end هنا بقى negative infinity طيب امشي ناحية اللي ايه for right كرف بتاعك هول اللي ماشي معك for right فين ده اللي ماشي معك for right نهايته فين مفيش نهاية يبقى انا طول ما انا ماشي على الـ x axis كده كرف بتاعي ماشي معايا كده يبقى الـ domain بتاعي من negative infinity الـ post infinity اللي هو equal arrow طيب عايز الـ range اتفقنا الـ range من المنمم للمكسيمم بشارط ان انا اكون ماشي بلين حتة 1 طب نبص كده فين المنمم بتاعي انا بص سين على الرسمة دي negative 2 بس خدت بالي ان في ايه في arrow يعني انا مش هيقف على negative 2 هو مش قادر يكمل فحطيلي arrow بس هو جايب منين بتاعت لحد negative infinity طيب المكسيمم بتاعي فين لحد post infinity ما بيقفش بس خلي بالي هل كل الـ line ماشي على الرسمة كلها على الجراف كله بص كده معايا واحدة واحدة لا ده مصر ده الحتة دي مش معانا اللي احنا كنا في المسألة اللي فاتت حطين فيها x طيب ايبا نقول range بتاعي ازاي عايز تقسموا اسهل طريقة من وجهة نظري اقسموا جزئين هقول من negative infinity انا بقى جيب الرنج من واي اكسس من negative infinity لحد zero open تمام union union يعني ايه ان في جزء تاني من اول فين من اول to closed وانا طالع لحد post infinity خلاص كده طيب طب عايز اعمله بالطريقة دي خلي بالك معايا هنا انا عايز اقول ايه لا بص يا مصر انا ممكن اقول انا خدت من negative infinity لحد post infinity معادة المنطقة دي طب كلمة accept دي فيها الشروط عشان تقولها هقولها ازاي هقول الnumber line كله R accept المنطقة من اول zero لحد تو خلي بالك من اللي هقوله دلوقتي دلوقتي الزيرو كانت عندي هنا ايه open الexcept دي بتعمل ايه بتعكس تعكس الصين بتاع الانتيرفل يعني الزيرو عندي كانت هنا open حضرتك مضطرة طالما عملت difference تخليها closed تمام طيب الطو كانت closed تمام وانا عملت difference يبقى تعكس تخليها open تمام كده واضحة الحيطة دي نخلي بقى انه يبقى لو عايز تقول difference بالذات طبعا خدنا كلام ده في قولة سنة وقبل كده عايز تخليها difference انت شوف يا عندك point تعكسها على طول open دي بقى closed closed تمام طيب نشوف الدومين بتاع ده from left from left ارو بتاعي ماشي وفرق left معي تمام يبقى فين اخري negative infinity طيب امشي right كنف بتاعي ماشي معايا right اهو هيقف هنا لا ده فيه ارو يبقى from negative infinity to positive infinity يعني الدومين بتاعي r طب minimum value كان negative 2 طب يا مصر ده مش جايب من negative 2 اقول لك مفيش مشكلة بس فيه واحد تاني بدق معايا من negative 2 وماشي معايا يعمل ايه continuous وقف فين مش عايز يوقف تمام يبقى من negative 2 ل positive infinity خلاص طبعا كلنا عارفين ان infinity طبعا طول عمرها open ما تبقى منفعش تبقى close ده خالص احنا مش عارفين احنا فين طيب دي مسلا سؤال مش جايب لي graph جاهز وبيقول لي انا عايزي حضرتك دلوقتي تشتغلي على function دي تعمل لها represent وتعمل لي range بتاعك تقول لي فين هوا طيب واحدة واحدة من راح اول حاجة انا عايزي اشوف الدومين انا اقول لك الدومين اهو في السؤال ما غششولك بمعنى اصح او مدولك هدية r accept 0 يعني حد اي رقم معدد 0 طب هو ليه عمل كده ما لازم اسأل نفسي فيش حاجة كده تتعديها حط هنا 0 0 power 2 0 minus 0 يبقى 0 divide 0 هيدديني انس بصفايد يبقى فيه عمرك هترسم انس بصفايد فيه order bear في انس بصفايد ما فيش طمان فمش عارف ارسم عشان كده قال لك 0 لا تمام كده يبقى الدومين بتاعي r accept 0 طب انا هعمل ايه انا مش عارف ارسم الرول ده يترسم ازاي انا ممكن احط numbers في التابل واشتغل على طول ما انا عرفت خلاص ان هو كله معدد 0 تمام طيب انا هعمل ايه طب ممكن اعمل simplify للفونكشن دي او ممكن ازاي باستخدام الفكتورايز طيب هنخش على اليميراتور فوق انا ممكن اخد ال x common factor تمام يعني ايه x common factor يعني هعمل ده divided x وده divided x لما خدت ال x برا هتفضل x minus 1 x power 2 جات ازاي divided x equal x minus زي ما هي x divided x 1 خلي بالكو في حتة من اول first prep بيغلط في الحتة دي اللي هو يقول لي x divided x equal 1 وال1 مالوش ايمة فمش هنكتبه لا انت عندك الفونكشن بتاعتك هنا كان فيه two term two terms هنا يبقى لازم جوه البراكت يكون فيه two term حتى لو 1 لازم يكتب امتى لو 1 ما يكتبش لو جنبه x اقول 1 x لا خليها x بس بس دي الحالة الوحيدة اللي ما يكتبش يا لو 1 طيب والx تحت زي ما هي هنعمل ايه دلوقتي simplify نشيل ال x مع ال x اتحول الرول بتاعي الايه ل x minus 1 اظن سهلة بقى ارسم x minus 1 تمام التابل بتاعنا يجهز على طول اللي بالك معايا ها طيب بص بقى لا هيحصل الوقت عشان عندي حتة كده عمل لكم تاست فيها شوفك فاهم ولا مش فاهم هنستخدم اني رول يا مستر الرول ده الاصلي ولا الرول الجديد اللي بالله اخضر اللي اتنين صح اللي اتنين صح طيب بس معدد zero مش هينفع فوق طيب تعالنا كده نشوف مع بعض نجرب كده حط هنا negative 2 negative 2 minus 1 negative 3 طيب حط هنا negative 2 ها negative 2 power 2 4 4 minus negative 2 يبقى 6 6 divided negative 2 يبقى negative 3 الاتنين زي بعض طيب طيب ازاي مستر طيب الزيرو ده الزيرو انا ما اشغال هقول لك ما هو عشان الزيرو كان مشكلتي فانا عملت ايه بدل ما استخدم الرول ده عملت له simplify فاجبت الرول ده بس هفتكر هعمل حاجة هقولك عليها دلوقت ايه هي حطت البوينت الاولانية بتاعت negative 2 و negative 3 closed لانها موجودة في الدومين طيب negative 1 مع negative 2 تمام مفيش مشكلة جيت عندي الزيرو و negative 1 بص بعمله open ليه open لان انا متفق معك من البداية ما تستخدمش الزيرو تمام بس احنا عملنا حركة كده حولنا الفونكشن دي لشكل تاني اعرف ارسمه فلما حولتها لشكل اعرف ارسمه فممكن استخدم الزيرو تمام بس ما ينفعش تمام ينفعش تخلي بالاتفاق احنا اتفقنا الزيرو مش معايا في الدومين او انا محدد لك الدومين اوكي طب انت اين فا تستخدمه مفيش مشكلة استخدمه بس في شرط تخليلي الpoint وانت بترسمها ايه open مش close افتكر الكلمة دي كويس كامل باية الpoint بتاعتك عادي خالص نهي دي الpoint الوحيدة لكت ممنوعة one مع zero two مع one تمام كده طيب السؤال الاهم من الحضراتكو دلوقتي يا طرى الline اللي انا هرسمه هيترسم من اول هنا لحد هنا بس ولا هعمل له extension ارجع للدومين بتاعك الدومين بقولك ايه الريل نمبر كلهم معادة zero يعني برحتك لو حطيت في التابل هنا negative 100 post of 100 مفيش اي مشكلة طيب انا بقى هده اجرب بقى negative 100 100 لأ طيب انا اعمل extension بس الايه للline وارو هعمله بالشكل ده وبرضه افتكر ان الpoint بتاعتي تفضل ايه open خلاص طيب عايز الdomain الدومين اهو خلاص احنا عارفين rx70 طيب عايز الrange range من minimum value تحت على ال y axis اللي احنا مش عارفينها بكامل اللي ال arrow ماشي لحد تحت للم maximum value من فوق تمام طيب انا خدت كل number line مع ال y axis ما عادة مين ما عادة negative one فاقولي بقى range بتاعي rx70 negative one لانا مستر ما عملتش interval هنا تمام لانا عندي negative one one number بس تمام طيب هنا بقى دلوقتي انا عايز اجيب بقى ايه عايز اجيب الdomain بتاع الفونكشن من غير graph من غير اي حاجة خالص تمام مش هقول لالجراف هريحك بقى دلوقتي الاستفس بتاعتنا هتقل تدريجي بيقول لي the domain of polynomial function is r or subset of r طيب انا عايز اعرف الاول يعني ايه كلمة polynomial function تمام polynomial function انا هبدي لحضرتك rule مش هيكون فيه fraction هتكون الاكس فيه كل الباورز فيها positive هتدي لك function ما فيهاش roots لا سكور root ولا كيوب root ولا اي حاجة هتدي لحاجة rule symbol كده تمام اللي هو بيكتب على one sentence ده احنا بنسميه polynomial function تمام طيب ناخد example كده determine the domain of each of the following ها اول حاجة f of x equal 3 مفيش x خالص الرول ما فيهوش x فده بنسميه constant polynomial تمام حتى افكركم كده كنا بنرسمه straight line parallel to x axis بيعد على 3 طيب ده الdomain بتاعها ايه متهالي اقدر يعني ايه domain ايه الارقام المسموحة تستخدمها اي رقم لو حطيته هنا مكان ال x ويجيب الامش بتاعه هتطلع 3 تمام يعني f of one ب3 f of two ب3 لانه مفيش مكان اعمل substituting اساسا تمام يبقى الdomain بتاعي r على طول طيب نشوف اللي بعده 2x plus 1 دي من first degree تمام اللي احنا بنقول عليها linear تمام ايه الارقام المسموحة تستخدمها هنا اي نمبر مش اي رقم البوزال تمام فدي الdomain بتاعها r ودي برضه نقول عليها polynomial بس من first degree طيب دي x to power 2 minus 4x اكبر بار عند حضرتك فين 2 يبقى دي from second degree تمام برضه polynomial domain بتاعها وانت مغمض r على طول تمام راشنال فونكشن نبدأ هنا بقى ايه الشغل شوية بيقولك if the rational function تمام بتكتب بالشكل ده f of x هكتبها لك as two rules over each other يعني هكتب لك f of x equal rule اسمه h of x over g of x يعني مثل لو تداني بالشكل الصعب لا انا مش هدالك كده تمام انا هتدي لك الرول مباشر على طول تمام هل اتش او جي ارتو بالنوميال هنطوقف هنا ان شاء الله تمام وان شاء الله نستكمل المقل الباقي في الحلقة القادمة بإذن الله ان شاء الله الاستاذ بسام محمد حامد فرج معلم الرياضيات لغات للصف الثاني التانوي بنشكر لحضرتك هذه المشاركة القائمة ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله كل طلابنا بإذن الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا الكرام مشاهدي تفسيط العلوم على وعد بلقاء قادم في سلسلة حلقات الرياضيات للصف الثاني التانوي لغات شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر